Construction of a triangle knowing the length of its sides. فإذا أنا هون بدأ هيدا الفيديو بدأ أتعلم كيف برسم triangle لما كون بعرف length للسides. سؤال عم بقول construct a triangle ABC and decide AB 5 cm, 5BC is 4 cm and AC is 7 cm. So in this case الأفضل إنه لما بدنا نبلش نرسم نبلش نرسم ب longest side. أكبر side نبلش نرسم فيه. فإذا أنا راح أرسم side AC. أكيد نحن بحاج إلى نستعمل أول شيء el straight edge or ruler. فإذا first of all بدأ أرسم segment يكون طولة 7 cm. ويد segment اسمه AC. So بقي عندي أرسم AB. بدي أرسم segment AB. لازم تكون 5 cm. وبدي أرسم BC or CB. وليازم تكون 4 cm. أنا هون إذا بدي أستعمل المسطرة مباشرة راح يصير في خطأ إنه ما راح يقدر يسائب هال 4 مع 5 بنفس الوقت. So إذا رسمنا 4 cm مش أكيد إنه the other segment راح تكون 5 cm. So ما راح تزبط ورح ضلني يجرب. So الطريقة الطريقة المزبوطة لنشتغل هيدا الشغل. هو إنه نستعمل الكمباس أو البيكار هيدا البيكار راح يساعدني إنه أقدر أرسم هيدا triangle. سو راح حط المسطرة ورح أشيب البكار. راح أفتح أنا فردا بدي أرسم AB. AB is 5 cm. So we will open the compass. 5 cm. So dry point عند الزيرو. الزيرو. و البنسل راح يكون عند ال 5. فإذا فتحنا البكار 5 cm. أوكي. A. So in this case راح نحط dry point على A. و راح أرسم arc. So أي نقطة هون على هيد الأرق راح تكون بعيدة عن ال A. 5 cm. So أي نقطة is 5 cm. بعدين بدي أرسم CB or BC. its length is 4 cm. So كمان. راح أرجع. البكار افتحوا 4 cm. Like this. ورح حط dry point على C. ورح أرسم arc. بهذا الشكل. منلاحظ. أنه صار في عنا intersection. point of intersection. هيدا الpoint. موجودة على. الارك اللي بيبعد عن ال A. 5 cm. وكمان بتبعد عن C. 4 cm. فهذا. هيدا هي راح تكون. ال point B. So هلا راح نستعمل. الرولر. ورح وصلهم. A. راح وصل A لعند ال B. وكمان. راح نوصل. C لعند ال B. نحن نخيط. وراء. راح نستعمل. سلام عليك. وراء نظر. نقضي عن TRIANGLE ABC. such that عندي هون ال a c بتساوي 7 سنتيمترز عندي كمان ال a b 5 سنتيمترز وال b c 4 سنتيمترز فإذا هيدا كانت الطريقة لنرسم هيدا لما يكون في عنا we know the length of the size of the triangle we use the ruler and the compass ما استعملنا هون البروتركتر لأنه none of the angles are known ما بعرف ولا زاوي منهم فما كان في داعي حتى نحنا نستعمل البروتركتر شكرا